مش بس الاسعار اللي هتزيد في 24 اللي هو احنا داخلين عليه بعد ساعتين ده ولا ساعة لكن خل عندك بقى الكهرباء اللي فواترها هتزيد في يناير الجاي ده الشروق اللي بتقول مش انا ارسال مقترحات زيادة اسعار شرائح الكهرباء للوزراء اللي اعلنها في يناير والله مش معقول يعني انت على طول كده كده هو انتهت وزارة الكهرباء والتقى من اعداد كافة المقترحات والسيناريوهات المتعلقة باسعار الشرائح ده في يناير بقى عارفين حكومة السيسيا هترفع فواتر الكهرباء ليه عشان زي بقول الخبر ده في صحيفة فيتو الكهرباء تكشف مصير الزيادات الجديدة في اسعار الشرائح الوزراء 177 قرش التكلفة الحقيقية لانتاج الكيلو وسائر الصرف في سبب رفع الدعم يعني تمانت بتطعوها الناس عشان تجيبوا دولار واضافت المصادر لي فيتو ان اسعار شرائح الكهرباء الحالية والتي تم العمل بها كانت على اسعار تسعير صرف الدولار ب18 جنيه وبعدين صحينا فجأة في 23 ليناء لا ده مش ب18 جنيه ده ب40 جنيه برا لا يعني الدنيا يا بيه مش كده معنى كده ان كل مسائل الدولار يرفع كل ما حاجها دي ده عن المواطن وهالدولار طاير يا هوا طاير على المينة زي بيقول الخبر ده الدولار بعد قبض 8 جنيه ساير الدولار يوصل للسعود السريع سريع مين يا معلم ده زي ما قلتلك كده ب54 جنيه 15 قرش هنا قالوا الحمد لله هم اللي قالوا 55 جنيه هم اللي قالوا فيتو الدولار ولع في اسعار كل حاجة في البلد وكل ما تسعى لحاجة يقولك بسبب الدولار حتى الدهب وصل الى رقم خيالي بيقولك اسعار الدهب توصل للسعود بتعاملات الاحد الجرام بتلات تلاف مئة وسبعين تلات تلاف مئة وسبعين معقولة لا يرجع تاني بقى للدولار الدهب بمئة ايوا ده بقولك زي دلوقتي وانا قاعد دلوقتي مكاني في ليلة 31 12 22 كان الفرق بيننا وبين الاثناشر الشهر دي عمل فرق في الجرام 1025 جنيه تلات تلاف مئة وسبعين اهو كان بألف وستمية وخمسين بقى بكم بقى بقى بكم بقى تلات تلاف مئة وسبعين فرق بجد يعني مرعب مرعب تعرف كيلو الدهب بوصل كام دلوقتي اهو هو كان بيقولك سعر الجنيه الدهب في مصر يسجل كام ده يجد عنه خمسة وعشرين الف تلات مئة وعشرين جنيه بدون مصنعية بدون مصنعية خمسة وعشرين الف تلات مئة وعشرين جنيه واو ورغم ان اسعار الدهب نار لكن المصريين حقيقة شايفين ان الدهب لازال هو الملازل الامن لمدخراتهم اللي بتتاكل وبتنقص بسبب ارتفاع سعر الدولار وبسبب التعويم الجنيه اللي بيحصل كل فترة زي ما الخبر ده بيقول كيلو الدهب في واحد وعشرين كان بتلاتين الف جنيه كيلو الدهب في تلاتة وعشرين بتلاتة مليون جنيه ونصف ايه ده ايه ده بجد بجد كده تلاتة كان فرق صعب ده صعب احسبونا كان كيلو الدهب في الفين واحد وعشرين بتلاتين الف جنيه بس كيلو الدهب في تلاتة وعشرين بقى بتلاتة مليون ونصف واخدنا ورايح فين يا سيسي واخدنا ورايح فين بجد يعني بجد مش بهزر والخبر هو بيقولك المصريون يستبقون العام الجديد بالبحث عن ملاز امن لمدخراتهم تخيل ما هو هيدور بقى يدور يلاقي ايه هتدور هتلاقي ايه هتلاقي نفسك يعني اه في الحضيد ما هو انت لو اشتريت عقار مش هيجيب لك كده القصة دي في الحقيقة عايز اقولك على حاجة ممكن تكون لها داخل باللي احنا بنقوله ده في واحد اسمه فنان تشكيلي غالبا كان هولندي اسمه بيتر بروجل ما احنا اخر السنة بقى ونتكلم كلمتين حلوين ونطلع اللي في قلبنا فيه فنان اسمه بيتر بروجل عنده لوحة مشهورة او اسمها قادة العميان واللوحة واحد اعمى جار الوراه شوية عميان منزلهم في الحضيد وعلى فكرة هو فيه اتنين بيتر بروجل واحد الاب واحد الاب الاب هو اللي رسم اللوحة دي لو دورت بيه بدوقتي هتلاقيها ولوحة معبرة جدا اعمى قاب يقود مجموعة من العميان بس انا لو شفت اللوحة نفتكرها السيسي كده ايه هيا دي هيا دي يا سلام عليك دي هو هولندي فعلا وهي ترسمت سنة الف وخمسمائة حاجة وستين اه شوف هو جررهم ودهم الوحلة 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 يعني يا راجل ده انت واخدهم ونازل بهم الطيب بس مش مهم ديك شايف او اللوحة اربع عميان بيجرهم الاعمى ده اللي هو قارة العميان وهم مش شايفين حاجة ايه دي يعني معبرة جدا على السيسي بيعونه في مصر العام الجديد للأسف مش مباشر بالخير من اوله كده عشان الديون اللي بالمليارات اللي اخدها السيسي اللي هتكون وهتفضل ضاغطة على الاقتصاد المصري في شكل كبير مصر محتاجة تسدد في سنة سنة 24 دي اتنين واربعين مليار دولار مصر ستسدد ستة مليار دولار بس بس فقط لصندوق النقد الدولي بس يعني فقط لصندوق النقد الدولي 24 وهو خدها بقى كده انت بقى بس اقول لك حاجة ما هو ما فيش عقل ما تقوليش ما تكلمنيش على الحب والعقل انت اكلمني على اي حاجة على السريالية واحد بيقطع الكهرباء عنك عشان يصدرها ويجيب دولار بس في نفس السنة دي اللي جاية بعد الساعة دي هيزود عليك الكهرباء عشان الدولار انت ما تكلمنيش انت ما تكلمني انا انا ايه انت كلمه هو هل ده عقل واحد بيقطع عني الكهرباء بالساعتين كل يوم ليه معلم قالك عشان الدولار نجيب دولار حلو جدا ايه طيب اعلم والناس تكيفت والناس عاشت ما عاشش بتدقي دلوقتي ما حادش بيشتكن للأسانسرات ولا من التلاجات اللي بازت خلاص الناس عاشت بقى يعني ايه هو العالم كله كده قدر قداء وقدر وهو في نفس الوقت اللي بيقطع فيه عنك الكهرباء عشان يجيب الدولار في نفس الوقت هيغلق عليك في ينايرك جاية الشرائح الكهرباء ليه قالك عشان الدولار برضو احنا كنا مصعانين الدولار بطمانتاشر طيب ادي واحدة خل التانية هو هيسدد مطلوب يسدد لسندوق النقد ستة مليار دولار السنة دي بس هو في نفس الوقت بيتفاوض مع السندوق عشان ياخد ستة مليار والمصحف الشتير جاي بيقولك كده ورح متخالي حسن انت بس دور عميه كده هتلاقيه مصر تتفاوض مع السندوق النقد عشان تاخد ستة مليار الاغرب ان السندوق عايز تديله فايه بقى يعني هل هياخد ستة مليار من هنا وليف من الدباب التاني الديوم للسندوق طيب ايه الجنان ده يعني جنون انت في جنون يا بيه انت في دولة لا يحكم على منطق اهو مساعي مصرية لمدعافة قرد سندوق الدولي لستة مليار ديسمبر ٢٠١٨ فهو واحد مفروض يسدد للسندوق في ٢٠١٤ ستة مليار وفي نفس الوقت بيتفاوض مع السندوق يقوله في ٢٤١ يديني ستة مليار واحد بيقطع عنك الكهرباء عشان ايه يجيب دولار بس في نفس السنة هيغلي عليك الكهرباء عشان هو الدولار برضو كان بـ ١٨ عامل لك ايه عامل لك ايه شغال تاني كده يعني